بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصدق الله القائل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز يا أبناء شعبنا العظيم يا جماهير أمتنا العربية والإسلامية ويا أحرار العالم تحل بنا اليوم الذكرى السادسة والسبعون لنكبة فلسطين تلك النكبة التي عاشها آباؤنا وأجدادنا عندما هاجمتهم العصابات الصهيونية في قراهم ومدنهم الآمنة وأجبرتهم بقوة السلاح ورعب المذابح والمجازر على الهجرة إلى شتى أسقاع الأرض وها هي الذكرى تمر بنا بينما شعبنا يخوض معركة طوفان الأقصى مقدمة التحرير والاستقلال بإذن الله ويمرغ أبطالنا أنف المحتل في التراب ويؤكدون بأن زواله عن أرضنا حتمية قرآنية وحقيقة تاريخية وأن كذوبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض أو مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون قد انتهت وإلى الأبد هم أرادوها نكبة تقضي على الشعب الفلسطيني وتنهي قضيته المقدسة فإذا قضية فلسطين حاضرة قوية في وعي شعبنا وأمتنا وأحرار العالم ولم تطوها سنوات النكبة واللجوء وإذا بشعبنا تحمل أجياله المتعاقبة الراية في كل زمان ومكان وبعد مرور ستة وسبعين عاما على النكبة ما زال هذا المحتل يعيش الرعب وخطر الوجود ويصارع بكل وحشية من أجل البقاء بينما ينادي أحرار العالم بأسره بالنداء العظيم الحرية لفلسطين فري فري بلسطين لقد أسقط شعبنا كل المؤامرات وأجهد كل المخططات الماكرة الخبيثة وثبت وصمد في كل مكان صمد أهل القدس في أكناف بيت المقدس ورابطوا في المسجد الأقصى وقفوا في وجه كل محاولات التهويب على مدى ستة وسبعين عام وصمد أهلنا في الثمانية وأربعين في مدنهم وقراهم وتمسكوا بهويتهم وعلمهم رغم محاولات التذويب والاحتواء وثبت الفلسطيني في الضفة الشماء يقاوم محاولات المستوطنين البائسة لاقتلاعه من أرضه وإقامة مستوطنات زائلة وإذا بجيش المحتلين ومستوطنيه يعيشون في رعب دائم أمام العمليات البطولية لشباب الضفة الأبطال وتمسك شعبنا في مخيمات اللجوء وفي المهاجر والشتات بحقه في العودة إلى أرضه ووطنه وتوارثت الأجيال مفتاح العودة وكوشان الدار وتوشح الجيل الرابع الفلسطيني المنتشر في معظم دول العالم بالكوفية الفلسطينية وبالثوب الفلسطيني وأعلن في كل المحافل والمؤتمرات والمسيرات والمظاهرات والتجمعات ألا عودة عن حق العودة أما في غزة العزة فقد انفجر الطوفان العظيم طوفان الأقصى المبارك الذي اشتاح قلاعهم الحصينة وأذل وما زال الجيش الذي قيل أنه لا يقهر ولقد رأينا كيف يتصرفون محاولين التغطية على فشلهم وعارهم الأبدي من خلال ارتكاب المجازر والقتل والتنكيل والتهجير فانهارت صورتهم التي حاولوا رسمها وإذا بالعالم كله يراهم على حقيقتهم التي بدأوا بها نكبتنا عام 48 هذه الصورة المشرقة لشعبنا وطوفانه المبارك صورة البطولة والصمود والثبات والتمسك بالأرض والتشبث بالحقوق هذا الشعب الذي ما زال يردد إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون يا أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم إن فصائل المقاومة التي نراها في كل خطوط المواجهة وخاصة الآن في رفح وجاباليا والزيتون التي انكفأ عنها اليوم جيش المحتلين مجدداً تحت ضربات المقاومة ها هم هؤلاء الأبطال في فصائل المقاومة يسطرون أمجاد شعب وأمة ولم تتوقف ضربات المجاهدين من كتائبنا المظفرة في كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل المقاومة وتوقع بالعدو الخسائر للشهر الثامن على التوالي رغم الفارق الكبير في ميزان القوة أبناء شعبنا المجاهد منذ بداية العدوان الغاشم على غزة لم تتدخر الحركة جهداً لوقف هذا العدوان ووقف الإبادة الجماعية بكل الوسائل وتعاطت الحركة بإيجابية مع جهود الأخوة الغسطاء واستجبنا بكل مسؤولية وحرص مع كل محاولات الإخوة في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرة وأعلننا مؤخراً موافقتنا على المقترح المقدم لنا من الإخوة في مصر وقطر والذي كان بعلم الإدارة الأمريكية ومتابعتها غير أن الاحتلال أرد على هذا المقترح باحتلال معبر رفح والسيطرة عليه والبدء الفعلي بالعدوان على مدينة رفح والدخول إلى مخيم جباليا وحي الزيتون في مدينة غزة كما أنه أدخل تعديلات على المقترح وضعت المفاوضات في طريق مزدود وهنا لا بد من التأكيد على ما يلي أولاً سوف تواصل الحركة مع فصائل المقاومة مساعيها لوقف هذا العدوان الغاشم بكل الطرق والوسائل الممكنة وإن أي مسعى أو اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من كل القطاع وصفقة حقيقية لتبادل الأسرى وعودة النازحين والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن غزة ثانياً إن سلوك الاحتلال مع المقترحات المتعددة ليؤكد نواياه المبيّة بالاستمرار بالعدوان والحرب على أهلنا في غزة وهو لا يأبه لأسراه ولا لمصيرهم ولذا فإن مراوحة العدو في المكان ومحاولاته المتكررة لقضم موقف فصائل المقاومة ورفض التعاطي مع منهجية المرونة التي أبدتها الحركة خلال الشهور الماضية وإصراره على المضي في احتلال معبر رفح وتوسيع العدوان على رفح وغيرها من المناطق يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول ثالثا إن التصريحات الأمريكية الأخيرة التي ترمي إلى تحميل الحركة والمقاومة مسؤولية توقف مفاوضات وقف العدوان مع علم الإدارة الأمريكية نفسها بالإيجابية التي تحلت بها الحركة والتي انعكست على موقفها الأخير لتؤكد من جديد انحياز الموقف الأمريكي إلى العدو والاستمرار في منحه الغطاء السياسي والدعم العسكري لحرب الإبادة التي يشنها على شعبنا رابعا نحن على تواصل مع الأشقاء في مصر بشأن ما قام به العدو في رفح وخاصة إعادة احتلال معبر رفح ونحن متوافقون على ضرورة أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المعبر فورا كما أنه لا يحق له التدخل في كيفية إدارة المعبر بل هو شأن فلسطيني داخلي ونحن سنديره وفق الأصول المعمول بها خامسا كثر الحديث بشأن ما يسمى اليوم التالي للحرب وتوالت مواقف قادة الاحتلال الممجوجة بشأن إدارة الوضع في غزة والقول بإخراج حركة حماس من المشهد ونحن نقول بأن حركة حماس وجدت لتبقى بأن حركة حماس وكتائب القسام وجدت لتبقى وإن إدارة القطاع بعد الحرب سوف تقرر فيه الحركة مع الكل الوطني مستندة في ذلك إلى المصالح العليا لأهلنا في غزة والتسهيل عليهم في كل ما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب ومستندة أيضا إلى الرؤية الوطنية الناظمة لوحدة الضفة والقطاع وإن هذا الأمر كان في صلب الحوار الوطني الفلسطيني الذي انعقد في موسكو قبل شهور وفي اللقاء الثناء مع الأخوة في حركة فتح الذي انعقد مؤخرا في الصين وكذلك في اللقاء الذي جمعنا مع الأخوة في قيادة حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية الذي تم مؤخرا في إسطنبول واللقاءات أيضا التي تمت مع الأخوة في التيار الإصلاح الديمقراطي وسوف نواصل المشاورات مع جميع الفصائل والشخصيات الفلسطينية حول هذا الموضوع الإخوة الكرام يا أبناء أمتنا وشعبنا أريد أن أشير إلى عدد من النقاط أولها أمام الهجم الصهيوني الواسع وأمام الصمود البطولي الذي غير وجه المنطقة وأعاد ترتيب أولويات وأجندات السياسة العالمية نقول لكم نحن واثقون بأن هذا العدوان سوف ينكسر وسيندحر عن أرضنا مهما طال الزمن فإن دم الشهداء والجرحة وعذابات الأسرة وأعباء النزوح واللجوء كل ذلك لن يضيع سدى بإذن الله وأنه لا بد أن نكون يداً واحدة وصفاً واحداً في وجه العدو وأن تتلاحم الصفوف مع غزة وفي كل مدننا وقرانا في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل وأن نهب في وجه العدو وأن يتحرك الشعب الفلسطيني الحر في كل الساحات في الأردن وسوريا ولبنان وفي كل أماكن الشتات واللجوء إلى تصعيد المواجهة لوقف هذا العدوان الغاشم بل ولإنجاز مشروع التحرير والعودة وثانياً نبرق بالتحية إلى أسودنا الرابضة خلف قطبان الأسر الذين يواجهون أشرس حملة من الاضطهاد على يد هذه الحكومة الصهيونية الفشية التي تنكل بأسرانا ليل نهار وتحرمهم من أدنى حقوقهم الإنسانية فضلاً عن أشكال التعذيب والإهمال الطبي كل هذا بينما تكشف للعالم ممارسات الاحتلال الإجرامية في مراكز الاعتقال السرية التي يتم فيها ارتكاب كل أنواع الفضائع والجرائم والتعذيب الجسدي والنفسي والإعدامات لقد ارتقى عدد كبير شهداء من أبنائنا وبناتنا الأسرى في سجون المحتلين وخاصة من أبناء وبنات غزة هذه الإعدامات بحق أبنائنا وبناتنا وأسرانا وأسيراتنا بشكل عام ومن أبناء وبنات غزة بشكل خاص ولقد أعددنا ملفا حول ذلك كله وبدأنا بإيصاله إلى الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات حقوق الإنسان وإنني في هذا اليوم أقول لأسران البواسل إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإن فجر الحرية لآت وإن طوفان الأقصى سيحقق لكم الحرية بإذن الله تعالى ثالثا إن جبهات المقاومة التي تكتب العهد مع فلسطين بمداد الدم في الجنوب اللبناني وعبر المقاومة المشرفة التي يقودها الإخوة في حزب الله والمقاومة الفلسطينية والجماعة الإسلامية ومن على جبهة اليمن المتوثب الأصيلة وفي العراق الأبي كما ونذكر بتقدير عالي الضربة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية في إيران إلى العدو الصهيوني وكيف أظهرت حاجة هذا العدو إلى من يحميه وأقول نهول شرف عظيم لكل شباب هذه الأمة المشاركة في هذا الطوفان الهادر نصرة للقدس وغزة وفلسطين فدونكم الحدود وساحات الجهاد يا شباب الأمة ورجالها ونسائها انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله رابعا نثمن عاليا كل المواقف التي تساند شعبنا وتدعم حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي وقف العدوان على غزة ونخص هنا القرارات التي اتخذتها تركيا وقف الحركة التجارية مع دولة الاحتلال والانضمام إلى الدعوة المقدمة إلى محكمة لاهاي الدولية وكذلك موقف مصر وليبيا بالانضمام أيضا إلى هذه الدعوة شعبنا الفلسطيني أهلنا في غزة إننا أمام مشهد غير مسبوك في التاريخ أن يتحرك طلاب العالم في أمريكا وأوروبا وإستراليا واليابان وغيرها دعما للقضية الفلسطينية وتضامنا مع أهلنا في غزة في مواجهة الكيان الغاصب وتبني مطالب شعبنا في الحرية والاستقلال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة ومطالبة بإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة ووقف تصدير السلاح لهذا الكيان والمطالبة بوقف استثمارات جامعاتهم في الكيان إنها غزة التي أضحت إيقونة شباب العالم في كل التحركات إنها غزة التي أسقطت السردية الصهيونية وكشفت حقيقة هذا المحتل وطبيعته الدموية إنها غزة التي وحدت الأمة مجدداً حول فلسطين وجسدت وحدة الجبهات في محور المقاومة إنها غزة التي أطلقت العنان لكل المشاعر المحبوسة والمكبوتة ومنحت الأفق واسعاً أمام إعادة صياغة التاريخ ورسم خرائط الجغرافية السياسية ولكم أن تتخيلوا الجميع أن يتخيل وخاصة أهلنا في غزة صناع هذه الأحداث الضخمة والعظيمة لكم أن تتخيلوا كيف وقف نتنياهو على منصة الأمم المتحدة قبل طوفان الأقصى رافعاً خارطة فلسطين على أنها خارطة إسرائيل وأنه لا وجود لفلسطين ولا لدولة فلسطينية على أي جزء من الأرض الفلسطينية لكن بعد الطوفان بعد الصمود البطولي بعد المقاومة الباسلة بعد تغيير المعادلات وقف مندوب الكيان على ذات المنصة في الأمم المتحدة وبعد أن صوت 143 دولة لصالح قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ليرفع صورة الأخ الحبيب المجاهد أبو إبراهيم يحيى السنوار إنها المتغيرات الكبرى أيها السادة التي صنعها أهلنا في غزة وفي كل فلسطين أهلنا في غزة رجالهم نساؤهم أطفالهم شهداؤهم جرحاهم أسراهم علماؤهم أساتذة جامعاتهم خيامهم صبرهم على الجوع وعلى اللأواء أبطالهم في ميادين ومحاور المقاومة والقتال إنه المستقبل المحجوز لشعبنا وقضيتنا وقضيتنا بإذن الله تعالى الإخوة والأخوات أبناء شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إننا على يقين بنصر الله تعالى نصرا عزيزا مؤذرا قريبا بإذن الله ويستنبئونك أحق قل إي وربي إنه لحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر